لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد على كل حد إذا عدنا إلى أنه قلنا هذا الموقع هذا الموقع معروف بنشره للأكل في آسة الجمهورية لما تعاملت بتلك الطريقة المخزية مع الوضع الصحي للرئيس ماذا جلت؟ فقدت المزدقية وولت أي توقفت حتى على صفحتها لهذه اللحظة لهذا اليوم اللي أتحدث فيه وهو يوم 26 نوفمبر 2020 الساعة التاسعة وأربعين دقيقة لهذه اللحظة لا جديد على صفحة الجزائر في الفيسبوك لأنها أدركت بأنها فقدت ثقة من المفرور إذا عاد الرئيس يتمني له عودة ويتعافى من المرض اللي هو فيه آذم المسؤولين قسم الإعلام في الرئاسة كل يجري توقيفه لأنه عمل بهدلة عمل لا يمكن وصفه أهانه الغريبة أنه في اليوم اللي يأجري الترويج بكثافة من طرف هذا الموقع المغربي وتداولوا هذا الخبر بكثافة حول وفاة رئيس الجمهورية في مواقع التواصل الاجتماعي اضطرت الرئاسة الجمهورية تخرج عبر ثلاث محور المحور الأول عبر روسيا اليوم وكان ذلك في 24-11-2020 على الساعة الرابعة و 52 دقيقة بتوقيت جرينتش موقع روسيا اليوم نشر خبر هاكم تشاهدوا فيها على الشاشة في نفس اليوم قناة الميادين الإيرانية التي تبث من بيروت نشرت في نفس اليوم 24-11-2020 على السادسة و 5 دقائق خبر آخر خبر آخر وهو يتعلق بصحة مصدر من رئاسة الجمهورية وشاهدوا فيها على الشاشة بعدها في ذلك المساء الجزيرة أيضا في نفس اليوم 24-11-2020 نشرت أيضا خبر من مصدر من رئاسة الجمهورية رئاسة الجمهورية وجدت نفسها في ورطة كبيرة كيف ستواجه موقع إلكتروني لا قيمة له هزعزع دولة هذا موقع مخزيني لا قيمة له ما كانوا يسمعوه لأنه انشر خبر وفاة تدولوه حتى صارت القضية قضية رأي عام والإعلام الجزائري وقع مصدوم لما القامي دير ينتظر يعني تخيلوا قناة مثل الشروق ولا النهار تبتعد خطوات على مقر رئاسة الجمهورية تعيد نشر خبر عن صحة الرئيس نقلا عن قناة الميادين التي تواجد في بيروت وعن قناة روسيا اليوم التي تواجد في موسكو وعن قناة الجزيرة التي تتواجد في الدوحة يعني أنه أولا أنه رئاسة الجمهورية أدركت بأنها لا يمكن أن تواجه هذا الطفان الذي عمله هذا الخبر بوسائل إعلام ما الجزائرين يشاهدوها ولكن ليست لديها مصدقية آمر آخر أنه لا يملك إعلام قوي حتى يصل إلى شريحة واسعة من العالم لذلك اضطر أن يلجأ إلى قنوات أجنبية والغريبة أن هذه القنوات تأتي في محور واحد وهو التحالف الإيراني روسيا تقاتل مع متحالفة مع إيران في سوريا وطبعا الميادين قناة إيرانية إيرانية تبث من بيروت الجزيرة أيضا قطر قطر حليف لإيران في هذه المرحلة ترى لماذا اختيار هذه القنوات فقط هناك قنوات أخرى كانت من الممكن أن تختارها الجزيرة لماذا هذا المصدر لم يتكلم إلى التلفزيون الجزائري وخلي القنوات الأخرى تنشر الخبر نقلا على التلفزيون الجزائري لماذا لم يظهر مستشار بشحمه ولحمه ويتكلم هو بنفسه عبد الحفيظ علىهم تكلم وقال نقلا عن ابنه وهذه الكارثة الكبرى يعني رئيس جمهورية يتواجد مريض في أحد المستشفيات لا يجدون نقل خبر على ولد الرئيس اللي معاه في المستشفى هذا ما ولا شرائز جمهورية ولا شيء آخر إذن كما قلت أنه محور آخر في محور هل الجزائر الآن تخندقت رسميا في هذا المحور هذا المحور ضد محور آخر محور عربي فيه الخليج دول الخليج وفيه مصر وفيه كذا الواضح المعطيات تقول هذا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله